علشان السوق ما يسبقش الدولة هنا بقى أرجع لدكتور فرج عبدالله القرارات دي تأثيرها على الاستثمار إيه؟ وبالتالي يمكن أن الدولة تبقى هي اللي أسبق بخطوات عن السوق فلا يحدث ما حدث في السبق من مضاربات على أسعار العملات الصعبة من أبرزها الدولار والله هو الموضوع يعني متعدد الأبعاد ولكن خلينا نبسطه في أبسط صور من المؤكد طبعا أنه عزوف الاستثمارات وخصوصا بعض الكابتال إيم فلو اللي بيدخل لأي دولة مش بس عندنا هو اضطراب الأسواق وخصوصا فيما يتعلق بالصرف الأجنبي ويمكن ده الأشرق إليه أكتر من تقرير دولي أنه بيقول هناك استثمارات على قيد الدخول شرط أن يحصل تصحيح في منظومة الصرف وسوق الصرف بشكل عام وبالتالي متوقع بعد السياسة التصحيحية لسعر الصرف أنه يكون فيه استدامة ليعملية تضفق النقد الأجنبي للداخل بشقية سواء كان الاستثمار الأجنبي المباشر أو حتى الغير مباشر ويمكن ده لو تبعنا أسعار السندات والأوراق المالية الحكومية اللي بتتدول في الأسواق الدولية اللي هي أنه يصعد العائد عليها مؤخرا بشكل جيد من بعد رأس الحكم يعني بدأ بقى فيه سوء رائج لها بشكل جيد وبدأ أنه يتعوض مرة تانية العزوف اللي كان من قبل المستثمرين ده يدينا مؤشر لإيه ويدينا رسالة لإيه يدينا رسالة أنه فيه إمكانية واضحة جدا لدى الأسواق الدولية والمستثمرين الدوليين أنه هم يعيدوا مرة تانية ضخ سيولة دولارية في السوء ده بقى اللي نقدر نبنى عليه ونقول أن البنك هيقدر البنك المركزي والسلطات النقدية في الدولة قادرة على أنها تكون عندها نوع من الاستدامة في تسويت أو توفير الدولار لكافة المعاملات اللي موجودة عشان كده كان قبل التعويم أو خلينا نقول قبل السياسات التصحية كان هناك توجه من قبل المركزي بمخاطبة البنوك في تقدير الطلب المتوقع اللي موجود وهنا بقى في الطلب المتوقع بقى فيها كلام كتير الطلب المتوقع ده هل هو جاي من المستوردين وأي من المستوردين ولا هو جاي من مضاربين ولا هو جاي من قطاع كبير أو هم الفاعلين الكبئي القطار اللي موجودين في السوق عشان كده هنا الأمر مرتبك إلى حد كبير لو جينا بصينا للسوق النهاردة في الصبح هنلاقي في ناس زعلانة جدا وفي ناس طبعا مبسوطة عشان السوق هيبدأ أنه ياخد مسار تصحيحي والأسعار المفروضة أنها تستجيب للانخفاض خلال ربع السنة المالي الحالي اللي هو من مارس حتى نهاية ستة ويبدأ يستجيب مرة تانية لمعاودة النشاط لأنه التدخم مهما وصل أو وصل لنقطة معينة برضو هيبقى ليه أثار سلبية مش بس على المواطن وعلى الناس العادية لا كمان هينعكس على التجار وعلى النشاط الاقتصاد هيؤدي إلى ركود تدخمي أو كساد ويمكن دكتور وليد وضح إلى أنه بعض الفئات من التجار بيصوب عليه تأدير السلعة بتاعته بكام عشان كده حررك أشارت إلى أنه بيعظم مكاسبه قدر الإمكان في الوقت الحالي عشان هو مش عارف إيه بكر هنا بقى بتيجي دور السياسات النقدية أو السياسات الاقتصادية عموما في السيطرة على التوقعات يعني جزء من نجاح السياسات الاقتصادية سواء مالية أو نقدية هو في السيطرة على توقعات الأسواق والمدعملين من دائرة اللا يقين اللا يقين وبالتالي بيدي فرصة إلى أن السوق يستعيد نشاطه مرة تانية ولكن على أرض أكثر استقرار وهو ده اللي احنا متوقعينه خلال الفترة اللي جاي السوق بالفعل متوقع جدا أنه هو يكتز بحجم من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية بلا شك وده مش كلامي بس ده كلام كافة المؤسسات وده يمكن اللي أشار إليه برضو مندوب السندوق الناد وقال أنه هناك رفع كمان في الحجم اللي ممكن يضخ في الحزمة التمولية من 3 إلى 8 ودرقهم طبعا تقريبا مرتين ضعفين ونص يعني مرتين ونص وبالتالي متوقع جدا أنه يكون فيه استدامة في عملية توفير الدولار بشكل جيد يدفع بمزيد من انخفاض الدولار في السوق الرسمية وخصوصا أنه تم تقدير الطلب الفعلي مش بس الطلب المبالغ فيه واللي احنا شفناه خلال الفترة اللي فاتت ويمكن كنا في حلقة كنت في حلقة مع حضرتك وقلنا يا جماعة دي كلها بابلز وهتيجي في وقت معين واللي هيحصل على دولارات بالشكل ده هيجي وقت معين وهتفرقع وحضرتك يعني قلت تفرقع في وجه وده اللي حصل بالفعل لأنه فيه ناس كتير من اللي ضربوا على سعر الدولار النهاردة كانوا هم فيه رزحت ضربت وجبت الدولار من أبو سبعين وتسعة وستين وخمسة وستين حصل ودلوقتي هو عاوز يروح يرجعه للبنك زي ما كنا بنقول زمان والترياء علينا ومستعد يرجعه بأي سعر ما هو ما عندوش دلوقتي هو دلوقتي أو القطيع اللي موجوده بيدارب بالشكل ده هو هنا مش قادر يحدد هل هيصل للسبعين مرة تانية وفيه ناس طبعا بتنفق في النار دلوقتي وفيه ناس تانية بتقول لأ هو أقلم كده فالرسالة الواضحة للمفروض أو المتخصصين نقدر نوجهها نقول يا جماعة أن السوق في اتجاهه للاستقرار وأن السعر الرسم حتى اليوم هو مبالغ فيه يعني أنا في قناعة الشخصية وفي حساباتي السعر ده حتى الآن هو ما زال مدفوع بمزيد من الطلبات المتركمة يعني فيه طلبات كتير موجودة ده خليني أبن بطلع فصل هسأل سؤال صغير إذن تبقى لتأديرك أكاديميا يوصل لك أنا في تأديري يعني بنتكلم في سقف اللاربين يعني مش هيتجاوز اللاربين يعني لو جينا حسبناه النهاردة بفروق التضخم اللي موجودة النهاردة لو حسبناه بفروق التضخم قال لي أنه هو في حدود 42-43 بس في وقت الحالي عشان كده متوقع جدا أنه هو يبدأ ينزل لو حضرتك احنا متكلم عليها رأس الحكمة بس استثمارات الجزء المتبكخ خلال عمر المشروع بيقدر حتى الآن بسعر النهاردة بنتكلم بـ 150 مليار صحيح فكل ما هيخش تضفق جديد ويتحول في السوق هو هنا بيرفع من الاحتياط النقد الأجنبي أنا أنا أتوقع زي الأيام دي إن شاء الله يا رب ونفتكر ده الكلام ده في برنامج حضرتك أنه الاحتياطي لو كنا بنتكلم في حاجة و 30 فهو متوقع زي الأيام دي 20-25 يبقى حاجة و 50 فالرقم ده بالنسبة ليه حجم الواردات وتغطيته للواردات هيتجاوز 8 شهور هيتجاوز 9 شهور فهيبدأ يحصل نوع من الانتعاشة ولكن هي مبنية على أساس أنه هناك استبامة في توفير النقد الأجنبي